اشتركوا في القناة منوها سموه بما يمتلكونه من خبرة صحفية وكفاءة ستكون بلا شك باعثا لمزيد من التميز في عمل الجمعية وخدمة الصحافة البحرينية ومنتسبها متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح في تحقيق اهداف الجمعية والتطلعات نحو الاستمرار في تطوير العمل الصحفي وتعزيز اسهامه في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأشاد سموه بدور الصحافة الوطنية باعتبارها مكونا فاعلا في فريق البحرين وجهودها المقدرة عبر ما تتبناه من قضايا وأراء تدعم الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مسارات العمل الوطني منوها حفظه الله بما يوالي الصحفين بذله من جهود طيبة في أداء الرسالة الصحفية متسلحين بحب الوطن والشغف نحو التمييز والإبداع كما نوه سموه بجهود مجلس إدارة جمعية الصحفيين السابق وما قام به من جهود في تطوير العمل الصحفي هذا وأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية فوز رئيس تحرير جريدة الأيام عيسى الشايجي برئاسة الجمعية بالتزكية كما أعلنت اللجنة فوز كل من عبد الرحمن المدفع راشد الحمر محمد بحر سارة نجيب يحيى العمري أحمد كريم جاسم اليوسف ومحمد الساعي بمقاعد مجلس الإدارة الثمانية بالتزكية اشتركوا في القناة